أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف والمونريل داخل نطق العاصمة الإدارية الجديدة من أجل دفع العمل بهما وأكد مدبولي خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تظهر على أرض الواقع في هادين المشروعين باعتبارهما من وسائل النقل الجماعية ويسهمان في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية